شهد سوق العقار السكن المحلين خفاضا حدا في عدد الصفقات بأكثر من 50% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021 حيث هبطت الصفقات العقارية السكنية لتسجل 2470 صفقة بقيمة مليار و310 مليون دينار خلال النصف الأول العام الحالي ما يدل على أحجام أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين في السكن عن شراء في سوق السكن الخاص كما تراجعت القيمة المتداولة للصفقات العقارية السكنية خلال الفترة المذكورة بأكثر من 380 مليون دينار وبينما تراجع نشاط العقار السكني أن عكس حال القطاع الاستثماري ليحقق ارتفاعا بنسبة 5 أو 15% في عدد الصفقات خلال النصف الأول من 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ما يشير إلى تعافي تدريجي لهذا القطاع بعد أن سجل انخفاضات حادة في عدد وقيمة الصفقات خلال فترة جائحة فايروس كورونا المستجد ترجمة نانسي قنقر